بعد ترويج إعلامي كثير هكذا وعد العراقيين بأن يصبح الجسر المسمى جسر الحرية بسبب التكاليف العالية وطول مدة البناء فإذا بالسوداني يفتتحه وهو بهذا الشكل وعلى ذلك قص بقية المشاريع وكيف ستكون نتائجها في خضم سعي السوداني لإغلاق عامه الأول بأي منجز حتى ولو كان شكليا أو ترقيعيا كبناء مجسر وتسميته جسرا أو تصليح رصيف وتسجيله تعبيض طريق وغير ذلك من الأعمال التي تفتح الطريق لصفقات فساد مالي تحضرها بقوة الشركات التابعة للميليشيات والأحزاب هذه المشاريع المتلكئة التي عندما كانت على الورق رصدت لإنجازها مبالغ ضخمة تعد أضعاف تكلفتها الحقيقية ليذهب الفارق المالي إلى جيوب المسؤولين والشركات المتعهدة والسماسرة وبمناسبة الحديث عن الشركات المتعهدة فتحت حكومة السوداني الطريق واسعا لشركة المهندس التابعة لميليشي الحشد لتتمدد في جميع أنحاء العراق وتستحوذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على كل المشاريع فأي عراقي سيأمن المشي على مجسر أو يمر بطريق أنجزته شركة مملوكة لميليشيات لا تعرف غير الخراب والتدمير الحال المتردية التي وصل إليها العراق لن تتغلب عليها مشاريع مبعثرة دون تخطيط ولا خارطة واضحة وإنما تحتاج إلى هيكلة كاملة لجميع المؤسسات وجهود كبيرة والأهم من ذلك أياد نظيفة تسخر ثروات البلاد للارتقاء بها لا أن تحول المشاريع إلى محطات جديدة لنهب أموال العراقيين